اكيد انك ما فتع هذا الفيديو هيك الا انك انت بتفكر تبلش مشروعك على الامازون اف بي اي نفكر انك تستورد منتج من الصين وتبيعه على منصة الامازون نفكر انك تبلش بالتجارة الكترونية بس محتار شو هو المنتج اللي ابلش به سو انا بهذا الفيديو رح يكون خفيف لطيف هيك على السريع اشرح لك فيه خمس طرق حلوين كتير ومجانيين بدون ادوات مدفوعة وبدون الحكي هذا كلياته انك انت تتكلف لحتى تلاقي منتج مربح خمس طرق موثوقين من نفس منصة الامازون بتوفر لك اياهم لحتى تعرف انت شو هو تفكيرك على وين يتجه ببحر منتجات الامازون ملايين المنتجات يوميا بتيجي على منصة الامازون فانت شو المنتج اللي تبلش فيه يكون منتج مضمون وموثوق مية بالمية انه هذا منتج رابح وعليه الطلب سوء عشان ما نطول كتير خلينا نروح على اللابتوب واشرح لكم الخمس طرق هلا خمس طرق حلوين رح اشرح لكم كل واحدة بالتفصيل الممل شو انتوا رح تستفيدوا منها وان شاء الله انكم اقدر افيدكم بهذا الفيديو قد ما اقدر لحتى انكم توفروا فلوسكم اللي هي عن طريق الادوات والبرامج اللي ممكن تدفعوا عليها لحتى تلاقوا منتجاتكم قد ما اقدر فلتس جو وخلينا اذا انت استفدت من هذا الفيديو حط لي رأيك بكومنت وان شاء الله اني اقدر ارد على الكل وليلا على اوكي شباب خلينا نبلش اول شي حنعمله حنفوت على الامازون طبعا انت بتفوت على اي امازون اللي انت حب تبي فيه مثلا انا بامازون كندا السوقي المفضل طبعا طيب بعد ما نفوت على امازون كندا خلينا نعمل سيرج مثلا او بدون سيرج خليني افرجيك خليني هون فيه كلمة اللي هي بيست سيلرز اللي هي اكيد تعرف بيست سيلرز اللي هو الاكثر مبيعا وفي عندك هون نيو ريليسز اللي هي المنتجات اللي وصلت حديثا يعني او احدث منتجات في الامازون فلو فوتت على البيست سيلرز هيفتح لك هون صفحة فيها تقريبا ميت منتج راح تكون بكل كاتيجوري طبعا من الكاتيجوريز هاي اللي هون النيتش اللي هاي اللي هون لو اي نيتش اخترتوا مثلا لو اخترنا حكينا الالكترونيكس كبسنا عليها وانت هون حيطلع لك مي شايف هون بيست سيلر هدا هو السيلر رانك تبعه الرانك او الترتيب تبعه رقم واحد بالكاتيجوري تبعات الالكترونيكس مش بالامازون لا بالهاي نيتش يعني هو متخصص بالنحكي مثلا بالالكترونيكس هو رقم واحد بالامازون بهذا النيتش طبعا هذا رقم واحد هو الامازون نفسه هايو هذا منتج منتجات الامازون من يمكن سبع سنين هو رقم واحد بالالكترونيكس هذا المنتج زي ما هو هون عندك هذا الرقم اثنين رقم ثلاثة لو نزلت هون رح تضل يطلع لك منتجات 23 24 هدولة هم اكثر منتجات مبيعا هون هاي رح تلاحظ بالصفحة الاولى في 50 منتج بالصفحة التانية في كمان 50 منتج اكثر 100 منتج مبيعا بهذا الكاتيجوري فانت شو الكاتيجوري اللي بدك تبيع فيها ركز بهاي الشغلة فوت مثلا انا بدي ابيع لو احكينا نعمل هون مثلا نرجع وانت شوف الكاتيجوري او النيتش اللي حابب تتصنف فيه من هون ادرس السوق عن طريق هاي النيتشات عن طريق هاي الشغلة انك تفوت انت تشوف شو هم الميت منتج الاكثر مبيعا حاول انه يكون منتجك احد هاي يعني ما بين احد هاي المنتجات تمام فسو احنا نرجع لموضوعنا هاي كمان طريقة لحتى انك انت تلاقي منتج بتختار النيتش اللي انت حابب انك تتبيع فيه بالدولة اللي انت حاب بتتبيع فيها ومثلا لو اجينا نحكي على بيبي تمام هيفوتنا على نيتش البيبي هيطلع لنا اكثر ميت منتج مبيعا فانت بتشوف تدرس المنتجات بتصفحهم بتشوف حاول انه زي ما حكيت لك بالفيديوهات السابقة شو شروط المنتجات انها اللازم تتوفر عندك لحتى انت تعتمد منتجك انه يكون الهامش الربح تبعه عالي يكون هجمه صغير كل الامور هاي الشروط اللي انا وضحت لك ايها فانت اختار من هون هاي كانت الطريقة الاولى انك تشوف تدور فيها على منتج مليون بالمية منتج رابح لانه هاد من نفس الالغوريثم تبعت الامازون تحكي لك انه هادا البست سيلرز ان بيبي هاي هي المنتجات الاكثر مبيعا في نيتش البيبي الاطفال طيب شو الطريقة التانية عندك لو عفوا اجيت هون حكينا لنيو ريليسز اللي هي الشغلات اللي الاحدث منتجات وصلت على الامازون بس انا ما بديك تكبس من هون بديك تعمل باك فلما بنرجع بنعمل باك في عنا الهوت نيو ريليسز بنكبس عليها كبسة واحدة راح يطلع لك هايشوف هون ايش بيحكي لك فنلاحظ لو حكيت هون يعني كل ساعة بتحدث هاي نفسها الهوت نيو ريليسز تبعت الامازون يعني هي المنتجات اكثر او احدث منتجات وصلتنا وهوت يعني في مليون منتج وصل للامازون كل ساعة بس هاي الهوت يعني هاي اكثرها مبيعا والاحدث يعني الهوت اللي هي ساخنة او اللي هي نحكي زي كيف لما انت كل الناس بتكون تستنى شركة ابل تنزل هلأ سماعة شديدة او ايفون شديد فهذا الهوت يعني بتلاقي هوت نيو ريليسز يعني كل الناس متحمسة انها تشوف النيو ريليسز هاي او اللي هي المنتجات اللي هلأ وصلت فهون بيحكي لك اول بست سيلنج شايف اللي هو منتجاتنا الاكثر مبيعا النيو اند فيوتر ريليسز هاي خليني لو اترجم لكم اياها نكبس هون هيك اصداراتنا الجديدة الاكثر مبيعا والمستقبلية يتم تحديثها كل ساعة فانت هون نفس الشي هيشوف عندك هاي كاتيجوري هادا فيلم جديد مثلا باد بويز هايو وطبع ويل سميث فنفس الشي هتلاحظ انه هادا هوت لانه بالسينما وهو نسخة جديدة من هذا الفيلم فيلم سفاح رائع جدا فكل الناس متحمسة انها تشوفه مثلا فبتلاقيه بالهوت النيو ريليسز لانه جديد ولانه سفاح هيك بالزبط هترجم بدورها لها فانت بتختار كمان شو الكاتيجوري نفس الشي من هون اللي بدك اياها لو حكينا الباشيو مثلا وانزلنا هاي هتلاقي برضو ميت منتج اللي هدخل بالباشيو هون حتشوف انت المنتجات اللي بتدور عليها كلياتها منتجات رابحة مليون بالمية منتجات رابحة والناس بتستناها يعني بشغف هيك يعني انا بمستني هذا المنتج ينزل يعني انا برجع وبكرر زي ما حكيت بفيديوهات بس بتخص اللي هي التسويق الالكتروني دائما بنوه انه انت دور على منتجات لعملائك ما تدور على عملاء لمنتجاتك يعني بتفرق كتير معك فهاي كانت الطريقة التانية الطريقة التالتة لو نعمل باك هي كتير حلوة وانت بترجع هون في عندك شغل اللي بتجنن اسمها موفرز اند تشكرز لو كبست عليها كبس واحدة وبتيجي هون وبتحكي لك طيب خليني اترجم لكم اياها اللي هي معناتها بالزبط وين ترجمه ترتيب اكبر رابحين في المبيعات خلال 24 ساعة الماضية وبرضو بتم تحديثها كل 24 ساعة يعني هدول المنتجات اللي رح يطلعوا لك هون هم خلال يعني مبارح نحكي اكثر المنتجات كانت يعني اعلى ربحا بالامازون يعني هدول الناس اللي مبارح ايش نحكي سيطروا على السوق بالزبط هدول الناس كلياتهم اللي كانت ارباحهم ايش عالية جدا فلو حكينا مثلا خلينا نختار كاتيجوري لو شو شو بدنا نختار من هو خلينا نشوف الوفيس برودكت مثلا منتجات المكتبية هاي حتلاقي هادر نمبر ون نمبر تو نمبر ثري هادر الرانك تبعو ركز دايما على الرانك انت هادر الرانك اللي بدك تحاول تنزله لمنتجات كل منزلة كل ما صرت بالصفحات الاولى طيب خلينا نختار منتج ونفحصه خلينا نشوف مثلا مم شو بدنا شو بدنا خلينا نشوف منتج نفحص ونتأكد معكم لحتى انه يكون منتج رابح او لا طيب هاي منتجات كليات ها المشكلة طيب اوكي 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 تمام شوف لاحظ هنا عندك كتير رح تلاقي هلا الكمامات والاشياء هاي الفيس ماسك والهاند سنتايزر عشان هلا الكورونا فالاوضاع بالدمري فتلاقيهم دايما وما تروح الفيس ماسك والاشياء هاي كلياتها بالبيست سيلرز بالنيوريليسر كلياتها لان عليها الطلب عالي والبيعين كلهم عم بيجيبوا طيب في هذا المونتج لو فتنا عليه اللي هو مثلا او قبل ما اكبس على هذا المنتج لو اجيت هون بدك تفحص هاي المنتجات شوف كيف ارباحهم دام هدول المنتجات المبارح كانت اعلى ارباح على منصة الامازون ففي هون نستخدم مثلا الجنجل سكاوت او الهيليومتين بتكبس عليه كبسة واحدة عشان يفحص لنا ارباحهم طيب هلأ هوت حيطلع لكل منتج هاي الايسن تبعه هاي نفس المنتجات اللي احنا هلأ كنا منشوف فيهم هاي هم نفسهم الميت منتج اللي بالصفحة حيطلع لكل الايسن تبعهم الايسن اللي هو بدل على هذا المنتج وهي اسم المنتج وهي التايتل مثلا اه هاد البراند عفوا هاي التايتل هاي الكاتيجوري هاد مين اللي ببيعه اللي هو مين الربحان هلأ الباي بوكس شغلة الباي بوكس مهمة جدا ازا ما حضرت الفيديو تبع الباي بوكس روح شوفه هاد الـPrice هاد الـAmazon فيه او الـFulfillment fees وهاد الـSales طيب خلينا احنا نرتبهم هون على الاعلى مثلا طيب هيك كمان كبسة طيب شوف هاده قدي الـRevenue عنده 67500 دولار يعني في رقم صراحة طويل اني اقرأه كامل بس 67000 رقم صفاح جدا طلعت 83000 يعني تقريبا 84000 دولار Revenue اراداته 28000 26000 31000 18000 انا ليه ما ارتبهم هايك ايوه بالزبط هايك هاد الى بدي اياه هاد اعلى واحد 380000 67000 59000 42000 طلع هاي بالتنازل اللي راح يضله يعني انت شايف ارقام خيالية ارقام صفاحة كلياتها اللي عم بتبيع هاده اللي هو الـReview طيب هاي عندك الـReview count هاد ادي عليه مثلا ريفيو صار صار عنده 4000 ريفيو هاد صار عنده 10000 ريفيو هاد صار كذا هادول الناس اللي هم مبارح يعني تطبشوا الدنيا مبارح كان عندهم اعلى ارباح يعني بتخيل انت شو ارباحهم انها عالية فالمنتجات هاي انت لازم تكون يعني لما بدك تلاقي منتج انك تستورده وتبيعه على الامازون لازم يكون احد هاي المنتجات يعني شايف الارقام انت كيف كلها ارقام حلوة يعني لازم لازم منتجك تكون احد منها لو فتنا مثلا على هذا المنتج اللي كنا بدنا نفوت عليه ونفحصه مثلا لحاله طيب لو حكي نفس الطريقة هتكون نفس الشي لو كبسنا على الهيليوم تون وهي اكس راي فحصلنا اياه مثلا طيب هاد المنتج اهو سبحان الله ثلاثة وتمانين الف ريفيو هادا اللي هو كان نمبر ون مين اللي ربحان البيبوكس هلا؟ الامازون الامازون هو اللي عم ببيع او هو اللي ربحان البيبوكس البيبوكس موضوع مهم جدا كتير للناس اللي ما تعرف البيبوكس لانه ممكن نفس المنتج يكونوا ناس تانيين ببيعوه معك والارباح ما تكون اليك تكون اليهم طيب رابع الطريقة اللي هي موست وشت فور يعني او فور انه اصدهم لمين انه او هلا خلينا افهمكم اياها من هون اللي هي وشت انه الناس انت لما تشوف هاد البرودكت او هاد او هاد في حيكون جنبو هيك صورة لوف صغيرة او اللي هي قلب صغير خلينا افرجيكم هون بيكون بالعادة الاول اللي بيسخدم الديسكتوب في بتلاقي هون اد تو ويش لست فهي انه وش اللي هي ويش لست او اللي هي قائمة التمني انه في ناس كتير بيستخدموا او الزبعين كستمرز على الامازون بيشوف هاد البرودكت بيحكي اوه والله جعب علي اشتريه بس مش هلا مثلا خلي شوي ادرس وضعه اشوف وضعه اذا بديها محتاجه خليني اقارن واقارن يمكن معيش فلوس هلا خليها عرضاتي بكذا يعني كل واحد له اسبابه فهون بتركو ما بحطو بالكارت بحطو اد تو ويش لست وهي اشي مهم جدا يعني هون الناس اصلا كوميونيتي كمجتمع بفهم بهذا الشغلة انه الامازون فيه شغلة ميزة حلوة انه شايف هاي الاد تو ويش لست انه فيه ناس هون صارت وانا شخصيات بعرفهم لما بتضيف شغلات اد تو ويش ويست طبعا بكون مدخل معلوماته وبياناته كاملة تاريخه ميلاده اسمه وعنوانه كل هالحكي ففيه ناس بتركو شغلات بالاد تو ويش لست فبيروح الامازون بيبعث له اصحاب هدول الناس انه مثلا صاحبك فلان فلان حاطت بالوش لست عنده بقائمة التمني هذا المنتج فانه شو رأيك تبعت له اياه هدية نعرف انه عيد ميلاده كمان اسبوع مثلا شو رأيك تبعت له اياه هدية تخيل انت الامازون لوين واصل بجمع المعلومات عنا يعني انه هذا اشي رهيب جدا فهاي الاد تو ويش لست لو ارجعلك هون على نفس كل الكاتيجوريز هون بحكيه لك شوف اوار برودكتس هايها اوار برودكتس مست اوفين ادت تو ويش لست يعني هاي اكثر منتجات برودكتس انضافت للوش لست لقائمات التمني عند الناس او الناس ضافوها على قائمات التمني فانت نفس الشي بتختار من هون الكاتيجوري اللي بدك اياه هاي مثلا لو اختارنا احنا البيت سابلاي خلينا مثلا هاي للحيوانات فهون نفس الشي هتلاقي هاد انه اكثر ايش الناس عم بتحطو وين بالوش لست او هاد او هاد يعني بكون عندهم هلأ والله انا حابب اشتريه بس مش هلأ بدي اشتريه ممكن اخليه لابعدين ارجع له او اعمل كومبير اقارن بينه وبين اشياء تانية وكل الامور هاي حاول برضو منتجك يكون احد هاي المائة منتج يعني هادو المائة منتج سفحين سفحين بكونوا لانه الناس كلها بتتمنى انه يكون عنده هاد المنتج بس حاليا هاد المنتج رائع كثير 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 بس حاليا انا ظروفي مثلا او انه بدي اقارن يعني كل حدا عنده ظرفه انه ليش ما بده يشتري هاد المنتج هلا بهاي لحظة او يعملو بالكارت هون بالسلة طيب لو رجعنا عملنا باك اخر شغل اللي هي most gifted هاي هلا قبل شوي كنت احكي لك عن الهدايا شفت المost gifted هاي شو معناها هاي بحكي لك gift ideas our most popular products ordered as a gift طيب هون هاي اللي هي المنتجات اللي انت بتقدر دايما لما بدك تشتري او الكاستمر لما بدك تشتري من الامازون بقدر لما يكبس مثلا على المنتج يخليه يعملو as a gift يعني هون شايف هاي this is a gift لما بتكبس عليها هون بصير هاد المنتج انت بدك تبعته لعنوان حدا كهدية او انه انت بدك تبعته عبيتك يوصلك مغلف كهدية او يعني انت في اكتر من طريقة بس هاي كهدية يعني خيار رائع ويستخدم يعني يوميا بشدة هون عنا فلازم انت تراعي وجود هذا الخيار خصوصا لما تعمل الليستنج تبعك تعمل انه تفعل هذا الخيار انه او يا امازون بدي المنتج تبعي تعملو لي ايا يكون عنده هاد الخيار اللي هو gift لانه هاد الخيار بهم كتير ناس انه يكون عندهم انا قبل فترة اشتريت عدة منتجات وفعلت هاد الخيار عليهم وبعدتهم لناس اصدقاء الي ووصلهم ووصلهم على شكل هدية رائع وكان جواهم زي كارت كله من كله من تصميم الامازون انا ولا عملت اي اشي والحلو بالموضوع انه for free انا ما بدفع ولا اشي زيادة ولا سنت واحد فهو هذا الخيار لازم يكون موجود بالمنتج تبعك لما تعمل الليستنج ولازم منتجك يكون احد هاي المنتجات برضو اختار الكاتيجوري من هون لانها هاي المنتجات الناس لما بتفكر بهدية بالاعياد بالمناسبات يوميا بعيد ميلاد كذا باي اشي بدي اهدي حدا بدي اتذكر حدا بدي افكر بهاي المنتجات تعرفت ما راح اروح افكر باشياء ما بتختر على البال لا راح افكر بهاي الشغلات فلو فوتنا على هون هاي الشغلات اللي مثلا احنا راح نفكر فيها as a gift والله يتعرف معهم حق لانه انا هاي بعتها من يعني بعتها بالفترة كمان هدية والله هاي هاي بالزبط لا لا صراحة مو هاي كان سعرها بين هدول السعرين كان بالمئة وسبعين تقريبا بس انا لفت نظري انه عليها سبعة وكمسين الف ريفيوز هاي الانستانت بوت هاي زي تنجر الضغط بس على الكهرباء سفاحة جدا جدا صراحة بعضتها لشخص كهدية ودعا لليوم بدعيلي عليها فهو نفس نفس الفكرة نفس الشي كانت انه هاي معهم انه بالmost gifted لما فكرت انا شو بدي اجيب له هدية لهذا الشخص او هاي البنت فكرت انه هي لازمها هاي الشغلة لانه هي موظفة مسلا هاي بتعمل لها الطبخة بتلات دقايق الروز بتعمل هي بفور منتس الجاج بتعمل هي بثري منتس وهيك ففكرت انه اجيب لها هاي وبعدت لها فهم مظبوط هادا الموست gifted انهم انا والله ما فوتت هون ابدا لما انا كنت ابعدت الهادية بس انا شغلت يعني المنطق عندي وشو بتحتاج هي وبعدت لها هلا لما فوتت هون بتفاجأ انه لا مظبوط هادا الحكي يشوف الرانك تبعه ثري بهذا الكاتيجوري وبس هدول هم مكان الطرق ان شاء الله ازا استفدتوا يا رب اكون اقدر فتكم بالخمس طرق هدول مش شرط انكم تلجأوا للطرق المدفوعة كالجونجل سكانت والبرامج هاي المدفوعة كلياتها لحتى تلاقوا منتجات في مليون طريقة لحتى انك انت تلاقي منتج رابح احضر الفيديوهات اللي راحت عشان تفهم اصدي اكتر واستنى الفيديوهات الجاي سبسكرايب للقناة لايك وشير للفيديو و سي يو